ودوما مع السينما تشارك المخرجة الجزائرية صوفيا جاما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائية الدولية بصفتها عضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربية هذا ويذكر أن صوفيا كاتبت سيناريو ومخرجة فرنكو جزائرية أولدت عام 1986 في مدينة وهران استقرت في الجزاء العاصمة لمواصلة دراسة الأدب وأنجزت سلسلة قصص قصيرة كانت العاصمة الجزائرية موضوعها الأساسية ومن أعمالها فيلم السعداء